منذ نحو ثلاثة أسابيع الدولار على سلم النزول بتراجع أسعار الصرف تحت حاجز 150 ألف دينار هبوط يعود وفق مختصين إلى إجراءات البنك المركزي إجراءات ساهمت في الهبوط تدريجيا بعد أشهر من التذبذوي والارتفاع أخبار مواصلة هبوط سعر صرف الدولار تتصدر أحاديث الشارع فمع غليان الأسعار في شهر رمضان ومع حلول العيد يتأمل الكثيرون في استمرار نزول سعر الصرف لحين الوصول إلى عتبة سعر الصرف الرسمي من أجل ما يلاني الكفة نحو انخفاض الأسعار والتخلص من تبعات الارتفاع والله على واقع خلينزل على الورق الرسمي 130 ميه خالب راضين بس سوكا سألناه كله صاعد لن تعرف رمضان وهو أخطينات جمعانة والله عظيم موعد نحن استبشرنا خيرا بأنه إجراءات البنك المركز إجراءات صار وإجراءات سليمة 100% لأنه بدأت دولاري نخفض وصل لحالاته عبر 160 عبر 170 لكنه ما شاء الله هسنزل الجوة الـ 150 ويبدو أن التحركات لتقليل فوارق سعر الصرف بين الرسمي وما تسجله الأسواق الموازية باتت نتائجها تتضح ومع ذلك الانخفاض ما تزال أسعار الكثير من الصلاع والمواد تنهك جيوب البغددين بفعل استمرار الغلاء من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير التغيير